وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات لأهالي القطاع وخلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني أكد الرئيس السيسي على الحاجة لقوة دفع أوروبية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة مشيرا إلى أن استخدام الجوع كسلاحا ضد الفلسطينيين أمر مرفوض وخطير ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان احنا تكلمنا باستفادة كبيرة جدا عن الأوضاع في غزة وأهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد ألية لإدخال مزيد من المساعدات للقطاع وأيضا إطلاق صراح اللاجين وأيضا ما بعد الحرب وأنا بقول هنا في المؤتمر الصحفي ده أن مهم جدا جدا أن أوروبا تقوم بجهد كبير في هذا الأمر خلال هذه المرحلة من أجل تشجيع الأطراف أو الضغط على الأطراف احنا من جانبنا في مصر بنبقى حرسين قوي أن نقوم بدور إيجابي كبير سواء مع الفلسطينيين حماس تحديدا طبعا بالتعاون مع القطريين ومع الولايات المتحدة الأمريكية لكن مهم أيضا أن أوروبا لها الثقة الكبير جدا جدا ومهم أيضا أنها خلال هذه المرحلة المهمة أن يبقى فيه قوة دفع إضافية حتى نستطيع أن نصل إلى اتفاق يحاقق الاستقرار ويخفف من معاناة الفلسطينيين في قطاع بزة وأنا بسجل مرة تانية هنا فوق عن 40 ألف تم سقطوا في هذا الصراع تلتنهم من النساء والأطفال وأكثر من 100 ألف مصاب علاوة على أن القطاع بيتم استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين ده أمر خطير جدا جدا وبالمناسبة ده كان ليه تأثير كبير جدا على مصدقية وفكرة القيم الخاصة بحق الإنسان اللي احنا بنتكلم عليها بعدنا سنين طويلة كان ليها تأثير كبير قوي لأنها الحقيقة ده كان يعني انت هك صارخ لحول الإنسان ترجمة نانسي قنقر